البطولة لدينا ما هي؟ البطولة رجل لا لا أحب أن أقول فرد ما في مرأة بطلة عنها للأسف الشديد في ثقافتنا المرأة ما تكون بطلة كلام فارد البطل ليس فردا حتى هو فرد رجل ذكر البطولة رجل المجد رجل النصر رجل كل شيء رجل واحد هذا يعين الروح الفردية يغذيها قل لي عربي أيها إخوانا متأكد ملايين العرب ممن سمعوا هذا الخبر في الجزيرة والعربية والبي بي سي استغربوا لم يستوعبوا في شيء غير مستوعب هنا غير مفهوم قبل أيام في هذا الشهر الجاري تعطى جائزة نوبل للسلام لمن؟ قل هذا العربي مباشرة لمن؟ إذا فارك أوباما أعطيها قبل ذلك لا لمن؟ لمصري عربي كذا أمريكا لاتيني؟ لا للاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي غير مفهوم هذا هذا لا يركب كما نقول بالعامية للاتحاد الأوروبي ليس مفهوم عند الأوروبيين حاد يشبتا جدا وذهب زعماء أوروبا هناك ما فيهم مستشارة ألمانيا واحتفلوا بهذا وشعروا بالفخر وكانوا يعني معتزين بهذا الشيء تحاد الأوروبي يعخذ جائزة من السويل جائزة نوبل لها قيمة رمزية عالية تحاد الأوروبي يعني يكرم للتحاد الأوروبي كله ليس حتى ألمانيا أو كذا تحاد الأوروبي نعم للتحاد الأوروبي هذا لا يفهم العربي العربي يفهم أن تعطى لشخص لأن البطل أيها الإخوة هو نبي شخص هو ولي شخص هو إمام شخص هو قائد عسكري شخص قائد سياسي شخص وهذه الروح أنا أقول لكم للأسف هذا ما أخطأ المسلمون المتأخرون في التقاطه وتثويره وتفعيله وتشغيله ثقافيا قرآن الكريم أراد للعربي ومن العرب أن يتخففوا من هذه الروح وعمل فعلا على تخفيفها ونجح ومن هنا النجاح من قطع النظير الذي شكل سرا إلى الآن يوصب بأنه تقريبا سر كيف نجح هؤلاء البدو الأعراب قلة يسيرة من البشر جيشهم كانت قليلة إلى حد نسبة أيها الإخوة في ظرف عقود يسيرة أن يفتحوا منعظم المعمور وأن يخضوا على الإمبراطيوات القديمة الباذخة كيف بروح جماعية أنشاءها القرآن القرآن يخاطب أمة يتحدث عن أمة قولوا متى خاطب القرآن أفرادا أيها الإخوة متى خاطب القرآن خاطب أمة دائما يا أيها الذين آمنوا أمة 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 حتى شعر المسلمين حسن بن ثابت يتحدث عن النصر في بدر وغيرها يتحدث عن أمة كان التخط هذه الرؤية وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد محمد مننا جبريل مننا لكن نحن قفز مع أبي تمام أيها الإخوة وعمورية سيف أصدق إنباء كلنا تحفظ هذه القصيدة الرائعة هي تروع وتعجب جدا كنظم أيها الإخوة كنظم جميلة كإقاح كموسيقى من أجمل من أبدع ما يكون لكن الدلالة المخزى الرسالة ضائعة قلب للروح القرآنية قلب الأمة نصر تقدر بغير رجال كأنه بغير دماء وفداء تقدر فقط بحضور المعتصم الذي لو رمى القدر بغيره لم يصيب فقط المعتصم تقدير معتصم بالله منتقم لله مرتقبي في الله مرتغبي فقط المعتصم ولا غير المعتصم أين شعر أبي تمام كروح كرسالة أيها الإخوة كأمة تعبر عن نفسها كرسان ناطق بضمير الأمة وجهد الأمة وتضحيات الأمة من شعر حسان إبن ثابت القرآن تحدث عن بدر وعن أحد عن الخندق الأحزاب وعن حنين ودائما يخاطب الأمة ويتكلم مع الأمة والرسول منها وفيها ما رأيكم؟ وهذا شيء عجيب شيء عجيب لم تلتفت ولا تلتفت الآن الأمة إليه كثيرا هذا لافت ينبغي أن يشغل لكي يخلق ثقافة جديدة ثقافة تستوعب أن ينجز العمل تيم مجموع فريق وينجح أحمد زويل حين أخذ نوبل كل تواضع ونحترم هذا الرجل جدا هذا العبقري البارع قال يعني يحب أن يقول ليس لأني أنا أي خلق آخر من كوكب المريخ وإنتي طقة جبارة خالقة لا 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 شكر أشياء كثيرة بما فيها حتى الأساتذ القدماء في مصر والمصريون حقيقة بارعون لو أعطوا الفرصة والله بارعون وعباقرة مبجعون لو أعطوا الفرصة إن شاء الله تعطى لهم فرصة إن شاء الله تتبدأ الأحوال ولا نتعليق لا ننسى إن شاء الله على الدستور كنصيحة لوجه الله نصيحة لوجه الله في قضية الدستور والخلاف والقضية أكبر من الدستور لكن ربما في خطبة الثانية إن شاء الله لكن أحمد أزويل ركز بروفسور أزويل ركز بالذات على الإمكانات التي قدمت له في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الفريق الذي اشتغل معه وضمنه الفريق قال هذا عنده أكبر حظ من إنجاحي ومن وصولي إلى ما وصلت لي فريق الهمل العلمي المعاي ما شاء الله الحالي ما فيه يجب أن تخلق هذه الثقافة من جديد أيها الإخوة ما خيمة القائد بلا عسكر بلا جيش لا شيء لا شيء ما خيمة الكاتب العظيم بلا قراء لا شيء في العصور الوسطى بعض أذكياء هؤلاء الأوروبيين تحدث عن كتاب يبحث عن قارئي شعروا أن هناك كتبا تكتب ولا قارئ لها المزاج العام الثقافة لا تقبلها كما قلت لكم مرفوضة لذلك تكتب وهي عدم وتبقى في العدم إلى أن يأتي زمن أو دورة زمنية يولد أو يتولد فيها القارئ الذي يمكن أن تعاطى مع هذا الكتاب هل لدينا يا ليت؟ لدينا الآن كتب تبحث عن قارئ على الأقل هي كتب تستشرف تخترق الشرنقة تخرج من القوقعة التي نحن فيها محاصرون بين جدرانها مسجونون لا بعد فإذا كاتب وكتاب بلا خراء لا قيم له طب نبي بلا صاحب ولا أتباع نفس الشيء لا ينجي قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً عُرِضَتْ عَلَيَّ الجنَّة فَرَأَيْتُ فِيهَا دَالِيَةْ عِنَبْ كرم عِنَبْ دَالِيَةْ قُطُوفُهَا دَانِيَةْ فأردتُ أن أتناول منها أخذفاً فعوحى الله إلي أن تأخر قال فتأخرت في صحية مسلم الحديثة من عباس هذا كان في الكسوف في صلاة الكسوف قال ولو تناولته لأكلتم منهما بقيت الدنيا لن يفنى تشبع من أمة محمد ولا يفنى لأنه من طعام الجنة لكن الله لا يشاء هذا حتى تبقى أو يبقى للإيمان بالغيب دلالته ما ينفع قطف عن ابن الجنة خلاص معناها الجنة كانها موجودة ولا يفنى يؤكر ولا يفنى لا ما فيه حكمة الله قال تأخر لا يؤذن لك به مصادر هذا أي على الرسالة لا يصبح على الإيمان بالغيب قال وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارِ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ ظِلَّكُمْ وَغِلِّي فِيهَا والعياذ بالله نعوذ بالله من غضبه ومن سوره عقابه وعذابه فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى الله إلي أن أقرهم لي؟ لا 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 يستأخرهم أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا حتى لم أرى لك فضلاً عليهم إلا بالنبوة الله يقول له هذا ونحن اليوم يأتينا قادة وزعماء يقول أحدهم لأمتي أنا خلقت فيكم العزة والكرامة في إنسان يخاف شعبه بهذا؟ متى خلقت؟ أصلاً أنت متى خلقت؟ ومتى خلق هذا الشعب؟ هذا الشعب عمره خمسة آلاف سنة حضارة أنت مولود اليوم خلقت فيهم ماذا؟ خلقت فيهم ماذا؟ وآخر يخاطبهم يقول لهم من أنتم؟ لو لا أنا ما عرفكم العالم ولا الدنيا ويسألون عنكم من؟ وماذا؟ تعرفون المقصود؟ قال مش معروف البلد كلها مش معروفة إلا به قال هو عرف بها بلد وشط هلفين كيلومتر ونفط وحضارة أيضاً وفلسفة من قديم قال مش معروفة قال له لا أنا أنتوا عدم عدم لذلك طبيعي أيها الإخوة أن نشاهد اليوم زعيماً عنده استعداده ليس زعيم واحد على فكرة ليس بشهر بس واحده لا 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 ألوف الزعمة هكذا وعبر التاريخ أيها الإخوة ألوف وألوف منا يمكن أن يكونوا مثلهم وأردع منهم أنا أقول لكم بشكل واضح لأن ثقافة واحدة المستنقع الذي نتغذى والعياذ بالله بمائه المسمم أشربه ونطعمه واحد حتى يتغير هذا المستنقع ما فيه قال نسبه من العنهم ونحن مثلهم ثقافتهم نفس التقافة أيها الإخوة حتى نكون واضحين مع أنفسنا ومع الحقائق مش فقط بشار هذا لا 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 البشاشير إنجزه التكسير البشاشير كثيرون أيها الإخوة ويكون مرتان متأكد هو مرتاح مع ضميره مستعد أن يذبح الشعب من عند آخره في سبيل أن يبقى لماذا؟ لأن البقاء للفرد وأنا الفرد نحن نتحدث عن ثقافة تعظم الفردية فإذا كان لابد من وجود للفرد فليكون الزعيم أعظم فرد هذا الكل يبخى له ويخنع من عيام أبي جعفر المنصور أيها الإخوة النبي ينهى أصحابه وبين قوسين يخطر لي أن أقول أصحابه ينهى أصحابه بس القرآن قال فاتبعوه وتحدث عن الاتباع في حق الأنبياء والنبي كان بوسعا يقول أنتم أتباعي لم يختر هذا وعنده ندحة قرآنيا يقول هذا عنده إذن قرآني الله يقول اتبعوه إذن أنتم أتباعي ما حددش قال أنتم أصحابي ونحن يا رسول الله قال هذا الإخوان ونحن أتباعوا أيضا نحن إخوان أتباع ما في مشكلة في إطار الأخوة هم أتباع في إطار السحبة قال أنتم أصحابي أصحابي الله الله في أصحابي أصحابك يا رسول الله قال أصحابي أصحابي مش أتباعي شوف شوف الروح عند رسول الله وتعامل معهم بهذه الروح لا على أنهم أتباع ورعاع ورعية أبدا على أنهم أصحاب ويأخذ بأراهم كما قلت ويحترمهم وينهاهم عن أن يمتثلوا له قيامة إذا أجاهم يقوموا يجلس يبقوا واقفين لا 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 تقوموا كما تقوموا الأهاجم لملوكها لا 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 أحب هذا لكن رأينا مع أبي العباس السفاح وبعد ذلك مع المنصور والسلالة فرطط أيها الإخوة أول ما يأتي القائد قائد عسكر أبو سلم مثلا أبو مصن وقرأ الثاني يقبل الرجل تقبل الرجل قبل اليد اقرأوا التاريخ مباشرة قال لك فجث وقبل خدمه ثم يده ثم قام هكذا هذه ثقافة جديدة الآن ثقافة محمد ولك إسلام وأم إسلامية كل واحد عندكم أبو جعفر المنصور هو محمد يعني نفس السنة نفس الشيء ها في فرق ما في مولاة لثقافة محمد لفكر محمد لخط محمد والبراء من هذا الخط المنكود من هذا الخط المنكور المنكود لا تاريخ تاريخ عظيم كله عظيم ما شاء الله بنو همية عظماء وبنو العباس عظماء وبنو سلجوق والإخشيد وابنه وأحمد بن طلون وأولاده الحمد لله وبعض الناس عظم حتى الفاطمين والفاطمين العظماء والمملك عظماء والعثمان أرطغر الكل العظماء كله عظيم وإذا انتقدت أحدا منهم أو شيئا كأنما تنتقد الإسلام نفسه أي ثقافة بأي ثقافة نفكر ونتحرك يا إخواني سؤال مؤلم وجوابه حاضر ترجمة نانسي قنقر